السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف السابع ومع الدرس الأول في مادة العلوم والحياة بعنوان الحركة الانتقالية لقد تعلمنا في السابق أن الحركة نوعان هي حركة موضعية وحركة انتقالية ومن الأمثلة على الحركة الموضعية حركة دوار الشمس باتجاه الشمس أثناء النهار وأخذنا من الأمثلة عليها أيضاً حركة نبات صائد الحشرات وحركة الثغوري في النبات وتعلمنا أيضاً من الأمثلة على الحركة الانتقالية حركة الطيور للبحث عن الغذاء وحركة الغزال الذي يهرب من الأعداء والكثير الكثير من الأمثلة التي توضح أنواع للحركة الانتقالية وتعلمنا أيضاً أن الأجسام في الطبيعة إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة فالجسم الساكن هو الجسم الذي لا يتغير موضعه مع مرور الزمن أما الجسم المتحرك فهو الجسم الذي يتغير موضعه مع مرور الزمن بالنسبة لنقطة إسناد معينة أما اليوم فسنفعرف إلى مفهوم جديد وهو الحركة الانتقالية وبعض المفاهيم منها المسافة والإزاحة ولا بد لك عزيز الطالب أن تكون قادراً على توضيح المقصود بكل من المسافة والإزاحة والفرق بينهما وحل عدد من المسائل المتعلقة بحساب كل من المسافة والإزاحة وحتى ندرك مفهوم المسافة والإزاحة هيا بنا لنتأمل هذا المثال صار الجسم من النقطة ألف إلى النقطة با عبر المسار ألف با ثم انتقل إلى النقطة جيم عبر المسار با جيم ثم انتقل في النهاية إلى النقطة دال عبر المسار جيم دال برأيكم ما اسم المسار الذي يسلك هذا الجسم؟ المسار الفعلي الذي يسلك الجسم يسمى بمفهوم المسافة إذن المسافة هي طول المسار الفعلي الذي يسلك الجسم وهو الموضح باللون الأزرق ألف با جيم دال أما المسار ألف دال فهو طول الخط المستقيم الواصل بين نقطتي البداية والنهاية وهو ما يسمى بمفهوم الإزاحة وإليكم هذا المثال لنوضح كيفية حساب كل من المسافة والإزاحة عمليا اعتاد أسعد أن يركن صباحا من بيته إلى البقالة حسب المسار المبين في الشكل المجاوث يبعد بيت أسعد عن الناد الرياضي إلى الشرق 800 متر ثم يتجه من الناد الرياضي إلى المسجد باتجاه الجنوب 400 متر ثم يتجه إلى الغرب باتجاه البقالة التي تبعد عن المسجد 300 متر وتبعد البقالة عن بيت أسعد تقريبا 500 متر جد المسافة التي يقطعها أسعد منذ خروجه من المنزل وحتى عودته إليه كما تعلمنا سابقا أن طول المسار الفعلي الذي يسلكه أسعد يسمى بالمسافة وهي 800 زائد 400 زائد 300 زائد 500 ويساوي 2000 متر المطلوب الثاني بهذا السؤال الإزاحة التي يقطعها أسعد خلال نفس المسار السابق لقد تعلمنا قبل قليل بأن الإزاحة هي الخط الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية وبما أن نقطة البداية انطبقت على نقطة النهاية وهي خروج أسعد من منزل وعودته إليه إذن هذا يعني بأن الإزاحة تساوي صفر فكر عزيزي الطالب في هذا السؤال جد مقدار كل من المسافة والإزاحة التي يمكن أن يقطعها أسعد لو انطلق من بيته إلى الناد الرياضي ثم إلى المسجد وانتهاء بالبقالة والسؤال الآخر ما هو نوع الحركة بالنسبة لهذا الطالب وإليك عزيزي الطالب هذه المهمة التعليمية خرج ليث من بيته متوجها إلى منزل عمه خالد حسب المسار الموضح في الشكل أجد مقدار المسافة والإزاحة من منزل ليث إلى منزل عمه منزل ليث يبعد عن المنتزه 300 متر ومن المنتزه باتجاه الشرق إلى السوبر ماركت يبعد عنه 400 متر ومن السوبر ماركت إلى منزل خالد 200 متر إذن أوجد مقدار المسافة والإزاحة للطالب ليث شكرا لكم على حسن المتابعة دمتم بود أعزاء الطلبة نلتقي إذن في درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته